حادثة صادمة قبل سويعات من امتحان البكالوريا للصف الثالث المتوسط تتسرب أسئلة الامتحان لتصل جاهزة لكافة الطلاب وبعد عجز المعنيين بتلاف الأمر يأمرون بتأجيل الامتحان مما سبب إرباكا كبيرا لأداء الامتحانات يعني اليوم ما حدث من حادثة التسريب لاسئلة هي انتكاس الوزارة التربية بل فشل يضاف إلى الفشل المستمر في وزارة التربية اليوم من يتحمل مسؤولية التسريب لاسئلة القائمين على وزارة التربية من وزير التربية وكيل وزارة التربية رئيس لجنة الامتحانات الجميع مسؤول لجنة التربية كذلك مسؤولة اليوم حادثة غريبة تحدث شنو تسريب أسئلة وانا الرصانة العلمية بالموضوع صدمة كانت غير متوقعة لجميع الطلاب هذا ما اعتبره العديد مساسا بسمعة وزارة التربية وعدم حفظ أمانة ورصانة العملية التربوية وهي آخر أمل لتخريج جيل جديد يقود لغد أفضل القضية ليس بهين على طلاب ثابروا وجاهدوا وتعبوا من أجل مستقبلهم من أجل بناء مستقبل وطنهم مستقبلهم تعب سنين ولكن الطامة الكبرى أن أبنائنا الطلبة يصدموا صباحا هذا اليوم من قبل ضعاف النفوس الذين قاموا بتسريب الأسئلة الامتحانية للصف الثالث وهذه القضية ندعو وزارة التربية أن لا تتهاون مع من سرب الأسئلة أو مع من قام بهذا الفعل المشين حفاظا على سمعة بلدنا حفاظا على سير العملية التربوية وهي آخر أمل بقاء للعراق بأنه نخرج جيل مستقبل قضية أدت لأن يكون الطالب ينتظر تسريب أسئلة أو يعتمد على نسبة قليلة بحصول ذلك الأمر مما أضع فاثقة الطالب بالتعليم فهذه أصبحت منافسة غير شريفة لتحقيق الامتياز في الامتحانات عندما تكون مسؤولا عن أمانة علمية وتفقدها في ليلة وضحاها هنا يجب محاسبة المقصر وتصحيح ما حصل كون هذه جريمة لا تختفر أمام العراقين من كربلا جاسم الهميم التغيير